كنت بقول لحضرتك القطاعات الناشئين أو الفرق الكبيرة لازم تدعم بلعيبة جهزة بتبقى غصبة عننا بيعتمدوا في جزء كبير جدا عن القطاع الناشئين بتاعهم لكن لازم يجيب لعيب قطاع الناشئين بتاعك مش هيدليك كل احتياجاتك أو هتلاقي في موهبة في نادي الإسماعيل في نادي الزمالك في نادي مش عارف فين هتلاقي في ناقص في أماكن معينة لازم هتستعين بيوم من بره لا نقول من عشر سنين مش دلوقتي نقول من عشر سنين كان نحن وانا بشتغل كلام دي هنعشرين خمسة عشرينة وانا كنت بشتغل في الدرجة اللي قولي به كنت كل سنة بجع حجز أجبال نادي الأهلي اللي هيمشوهم يعني كنا كلنا مش أنا بس كل المدربين كانوا بيجي حجز من نادي أهلي هلو عترف بقى كبت أنت كنت فيه ناشئ لا بقى ناشئ لا بقى ناشئ الله وانا علاقت أميدا علاقت الحمد لله علاقت طيبة بنادي الأهلي ككل أنا عدت معهم سنة قبل كده اتمرنت سنة في الأدوان سبعة وستين عدت في نادي الأهلي تمرن مع نادي الأهلي سنة كاملة وبعدين نادي الأهلي صاحبات لا لا قولي الكصة دي تاني لما العدوان قام سبعة وستين فينا ناس راحوا نادي الزمالك وأنا جيت على نادي الأهلي ما تحكي لي الكصة وانفكر للسادة المشاهدة كنا الناس ما فهمها مغلوطة قوي بموضوع العدوان والأهلي قال لا والزمالك بالعكس أنا قلتها عند كابتن شبير أول مبارح بالعكس أنا هتكلم عن نفسي أنا نادي الأهلي صح فضل عليها أنا مش عشان في جارية نادي الأفهمة تلفزيون نادي الأهلي بالعكس أنا جيت أنا مستشار في نادي المؤون للعرب هتكلم علي أنا كالسيدة بنازم أنا عدت السنة الأول 67 مع نادي الأهلي اتمرأ مع نادي الأهلي كنت أخذ حق أكثر من نادية كنت بتعامل مع كل الأخوة مع كابتن صالح وكابتن طارق والشربيني والجهري وأبو غيدا ويعني الناس دول والفنجي الله رحم كان كل الناس دول تتمرن معهم وكنا حتى في كرة مشتركة وأن نخش جامد يعني عارف كأنك في بيتك بالزبط أنا ومسك منتخب مصر أنا روحت أقر ملعب من العرب قالوا لكابتن سايد احنا بناخد خمسين ألف جنيه في المباراة فعشان خطرك هناخد خمسة وعشرين ألف وانت مش هتدفع لاتفت عدو كورة فأنا جيت هنا دي الأهليها بلت كاب صالحك بلت كابتن حاس عمد والخطيب قالوا للي اللي انت عاوزه قدوني ملعب الجزيرة قدوني أنا لعبت أربع ماتشات قدوني تالت ماتشات في ملعب مدينة نصر بالضيافة حتى حزبه الحكام يعني ده اللي لم واحد يخدمني أو واحد يساعدني يبقى أنني كل جميل لازم أقدي ناس حقها بالعكس ده حقوا علي وده وأبقى أقولها في أي مكان وأبقى أقولها في أي تلفزيون لأن ليه أنكر زي ما احنا بنقول لدي زمالك استضاف الإسماعيلي وعدنا عندهم بنقول لي مندي كل ناس حقهم مش ما قوله تعمل فيها جميل وأنا ننكره هنكر ليه فعلا مفهيم مغلوطة مغلوطة مفهيم مغلوطة لأنه ناس ما هويس دخلوا في النص أنا أقول لك والله يا الله والله يا ميدو أنا يوم الأهلي والزمالك أفريقيا وعربيا أنا أهلاو زمالكاوي أكتر من أي حد فيكم بتعصب رهيب أما برحش الملعب بس في البيت بتعصب رهيب يعني أنا لسه كنت بحكي لأسيوتي دلوقتي عب مينم بقول له ماتش الأهلي جولي جابوا تريكا في تونس في صفاقسي في آخر ثانية قلتوا لنا عندي محمد بن أهلاوي وعندي كريم وأحمد آه اسمالهوية ورهام بنت اسمالهوية اسمالهوية صرف ومرات اسمالهوية فنطيت عليه بسطه قال لا بابا أنت أهلاوي قلتوا لأ الأهلي بنعب باسمه مصر فالأهلي السهل وبعدين بنقول نادي بطولات فعلا نادي البطولات دي حقيقة ما تقدرش نكرق يعني لما تأخذ 40 بطولة دوري ولا تبعاوز إيه يعني هتأخذ كامل